ونحن بيقول حلم ان المعقول والمنطق في هذا الزمن الصعب ان رؤساء الابيرة يقبلون الشباب للرهبان دون بحث حالاتهم الاجتماعية وظروف المحيطة بهم اعنى موفقة الاب والام لا بيبحسوا من قالك ما بيبحسوش لا بيبحسوا هو طبعا اللي بعت الحكاية دي قبل بيقول تجاوزت سن الستين وعلى المعاش ومريض وكذلك الام ولانا شاب عمره 25 عام وعايز يخذ الدير وقت دخول الدير ومنذ خمس سنوات يتردد عن كنيسة الدير وكنا مرة نعرض ومرة نوافع لزيارة الدير فقط وليس تمهيد للرهبان وهو كذب علينا ورئيس الديري على المزاج وصبعنا بانه اتردد عمله وذهب للدير وحاولنا منعه دون جذور جاي ما كانش صريح مع رئيس الدير وما كلموش بالصلاحة وقال له انا حقيتي كذا وابوي امو سني وابوي على المعاش وابوي مريضي معاش بس هنعملك ايه انا اشعر بحالتك يعني لكن فيه حاجات في المحكمة اسمها بوطلان دراج لكن مفيش حاجة اسمها بوطلان رغبانه لانه بيصالوا عليه صلاة امواد وما يقدرش يقوم الامواد تاني وبيندر ما يقدرش يرجع في ندوره فمعنش ربنا يدبر حياتك لكن الحكاية فالتت من ادينا كنت اصلت بعتلي السؤال ده قبل ما يتراه